بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الحوار المباشر الشيعة وضرورة حل أقدت الولاية من أجل التعايش والوحدة مع المسلمين يتساءل بعض الأخوة أو كثير من الأخوة لماذا أصر على نقاش ونقد بعض الأفكار التاريخية الشيعية خصوصا بغم أني أنقد حتى النظريات السنية والسلفية والوهابية ولكني أركز ربما على بعض النظريات المتوارثة والمحسوبة على الشيعة والتشيئ رغم أنها قد تكون دخيلة ويطلق بعض الأخوة العنان لأنفسهم للإنفعال أو لتوجيه اتهامات عشوائية في محاولة للدفاع عن ما هو موجود وفي الحقيقة أنا يعني ما يهمني من هذا البحث هو الوصول إلى وحدة وطنية ووحدة إسلامية لأن أمتنا ممزقة وأيضا فيها أنظمة ديكتاتورية مختلفة بعضها يبرر الحكم العسكري وبعضها يبرر الفوضى وبعضها يبرر الانسحاب التام من الحياة بانتظار المخلص وبعضها قد يستغل بعض النظريات لكي يستولي ويسيطر على الأمة خلافا لإرادتها وخلافا لاتفاقياتها الدستورية لذلك أنا أبحث هذا الموضوع وأرى في الحقيقة أن هناك أقدة في العلاقات بين المسلمين بين الشيعة يعني وأخوانهم من الطواعف الأخرى اسمها الولاية أقدة الولاء لأهل البيت الولاء في زمن أهل البيت كان له معنى ليس لا يعني الحب والاحترام والتقدير والاقتداء هذا موجود نقتدي بأي عالم بأي ثائر بأي إمام ولكن عندما نضخم مسألة الولاء إلى عقيدة دينية وأصل من أصول الدين وكذا هنا تحدث المشكلة ويحدث الخلاف الكبير لذلك أطرح هذا الموضوع وكنت قد طرحته سابقا أيضا ولكن أرى ملاحظاتكم أيضا فأقول بأن الكثير من الشيعة الإمامية أحطت كلمة الإمامية بين بين قوسين لأنه في الحقيقة هذا اسم تاريخي غير معاصر وغير حقيقي اليوم إنما هو اسم تاريخي لأحزاب تاريخية قديمة إن الكثير من الشيعة الإمامية المعاصرين يعتبرون أن ما يميزهم عن غيرهم من بقية المسلمين وبقية الشيعة حتى هو الولاء لأهل البيت أو الأئمة الاثنى عشر الولاء للأئمة الاثنى عشر وذلك بناء على التراث الإمامي الذي يصور الولاية كأصلا من أصول الدين وأهم ركن من أركانه بعد التوحيد والنبوة والمعاد فالولاية شيء مهم جدا وملايوم بالولاية فدين في إشكال رغم أنه أدنى علماء كثيرين حتى السيد السستاني والإمام الخميني وغيرهم أعتبرون أن هذه مسألة فرعية ومسألة يعني ليست أصل من أصول الدين قد تكون أصل من أصول المذهب وأيضا فيها نقاش وفيها خلاف وفيها كذا من بعض العلماء الآخرين ولكن كثيرا من الناس ولا سيما الأخباريين الذين يقرؤون كتب التعريخ وكتب الأخبار وكتب الحديث فيتكون لديهم شعور معين هذا الشعور سلبي يضرهم ويضر الآخرين لذلك نحن نحاول أن نبحث هذا الموضوع وبالرغم من أن هذا موضوع نظري تاريخي ولا يتعلق بموقف سياسي من أئمة معاصرين من أهل البيت ما موجودين معدى الإسماعيلية ومعدى الزيدية اللي يعتقدون أدوم أئمة يعني يحسبوه من أهل البيت إلا أنه يشكل آخر ما بقي من نقاط خلاف بين الشيعة الإمامية وغيرهم من المسلمين آخر نقاط الخلاف يعني هناك نقاط خلاف كثيرة زالت وانتهت ولكن باقي بعض المخلفات وبعض النقاط السلبية ولذلك يجدر بنا التوقف عند ذلك التراث ونقد وتحليل تلك الروايات الواردة عن الإمامين الباكر والصادق مروية عنهم يعني في موضوع الولاية وتأكد مما إذا كانت هذه الروايات حقا من أقوالهما أو من صنع الغلات الذين كانوا يدورون حولهما ومملوء كتاب الكافي منها الروايات لقد ذكر الإمامية أحاديثة كثيرة عن الباكر والصادق حول موضوع الولاية والإمامة الإلهية موجودة وقد حدثنا عنها أو نقلنا بعضها في أيام سابقة ولكن يجب أن نطبق قواعد الشكل المنهجي عليها جميعا الشكل المنهجي الأولي وذلك لأدت أسباب أولا لأن الطريق إليها ضعيف وهي أخبار آحاد رغم كثرتها فهي ما يمكن إحنا نطمئن إليها ونعتبرها أخبار متواترة عن أئمة أهل البيت يعني نقطع مئة بالمئة أنها أخبار صحيحة هذا معنى التواتر ما يمكننا فهي تبقى أخبار آحاد لأنه في ضعف في سندها أو في مقولتها أو في معارضتها للقرآن أو كذا ولذلك نشك بها ولا يمكن أن نطلق عليها صفة التواتر لوجود الشكل كبير بصحتها هذا أول ثانيا أن الكثير من تلك الروايات ينضحوا بالقول بتحريف القرآن هي تعتمد على تأويلات تعسفية ترقى إلى التحريف أو تدعي التحريف ويدعى سقوط كلمات وجمل من بعض الآيات وهذا يكفي دليلا على سقوط تلك الروايات اللي وارده لذلك نشك فيها ثالثا أن الكثير من تلك الروايات يعتمد التأويل التعسفي للقرآن بلا دليل يبني نظرية بتأويلات تعسفية ما يمكن نقبلها ومعقولة ولا مسندة ولا يعني بها الدليل رابعا أن تلك الروايات لا تشكل أي تحجة أو حجية حتى انثبت صدورها عن الإمامين الباقر والصادق لحصول الدور الباطل حيث أنها تحاول إثبات مكانة إثبات مكانة خاصة للأئمة وتوجب التسليم لهم أو التسليم بهم وقبل أن تتحقق تلك المكانة التي توجب القبول منهم يعني إحنا عندما نجي ونشوف حديث عن إيمان باقر مثلا يقول يجب عليكم طاعتي مثلا مثلا فهنا يعني كيف نعرف أنت واجب الطاعة أو مفروض الطاعة حتى نطيعك بقولك أو بحديثك لا يمكن أن يعني نفعل ذلك أو نتخذ هذا الموقف يحصل دور والدور باطل خامسا لوجود الشك بالأحاديث الواردة عن طريقهم والمنسوبة إلى النبي عن طريق الباقر والصادق سواء بالنسبة لسنة تلك الروايات قبل الباقر والصادق وعدم ورودها عن النبي عن طريق مستقل ثابت وعدم الاعتراف بصحة وشرائية كل ما ينصب إلى النبي دون سند فأي واحد يروي رواية قال رسول الله ما يمكن نأخذ من عنده وما عنده سند وورا مئة مئتين سنة جاء واحد يروي روايات عن رسول الله ما يمكن نحن نأخذ بقوله مما يوجب التوقف فيها وعدم قبولها منهم والاحتمال اختلاقها من قبل الإمامية لتأكيد المذهب ووجود المصلحة السياسية فيها فإذا نشك فيها وهذا أمر لا يتعلق بالباقر والصادق فقط وإنما بكل رجل ينسب حديثا مرسلا للنبي دون سند واحد مئة مئتين سنة واحد يقول قال رسول الله أو قال الله تعالى في أحاديث هكذا تنسب الإمام باقر والصادق أنهم يرويان عن الله تعالى مباشرة من دوم يقولوا أن هذا النبي قال ذلك رغم وجود فاصلة بعشرات السنين بين الباقر وبين النبي مثلا أو بين أي رجل فإذا جاء مثلا رجل حنفي من أطبع الإمام أبي حنيفة وروا حديث عن رسول الله تمدح الإمام أبي حنيفة مثلا أو جاء رجل المالكي أو حنبلي أو شافعي وروا كل واحد منهم ما يدعى مذهبه ويمدح إمامه فإننا نشك بحديثه ونتهمه بالوضع خصوصا إذا كان يروي الحديث عن إمام مذهبه الممدوح يقول مثلا مثلا فرضيا أقول أن أبو حنيفة قال أن مذهبي هو الصحيح ويجب عليكم طاعتي يقولوا أنت تنسب حديث لرسول الله وما عندك سند وما عندك دليل وهكذا إذا جاء شيعي إمامي وروا عن إمامه عن رسول الله بما يدعى مذهبه ويمدح إمامه ويقول يجب أن تطيعوا هذا الإمام فإننا نشك بحديثه ونرفضه ولا نريد أن نتهم الإمام الباكر أو الصادق بالكذب والأياذ بالله ولكننا نتهم الروات عنهم في أجواء الصراع المذب الذي كان يدور ذلك الأيام ومحاولة كل فريق دعم إمامه ومذهبه وعقيدته في أحاديث مفبركة عن رسول الله ونقول أنه لا يمكن التصديق بالأحاديث التي تؤسس لنظرية الولاية لمجرد ورودها عن الإئمة بل لا بد من بنائها على أساس القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية التي لا يشك بها أحد من المسلمين ومن المفروض أننا بعدنا مصارين شيعة ومصارين إمامية نحن مسلمين عندنا القرآن وعندنا تراث جاي من الإمامية ينقل عن أئمتهم مثلاً كيف نصدق بهذا الأحاديث وكيف نقنع بقية المسلمين بتصديق بها هنا المشكلة يعني يجي واحد يقول أنا إمامي وأصدق بالإئمة وكل ما يقولون صحيح هذا رأيك ولكن هذا ما يمكن إثباته لبقية المسلمين سادساً أن الكثير من تلك الروايات يتعارض مع القرآن الكريم الذي لا يجعل الولاية لأهل البيت شرطاً من شروط الإيمان بالله تعالى وخاصة لإئمة الآخرين يعني المتأخرين من الباكر والصادق وكذا يعني هذا إذا واحد ما عرفه مع الإيمان يصير فيه شك أو إيمان باطل على العكس من الحديث المروي عن الباكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأنبياء ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن فليتولى علي ولوالي وليه وليقتدي بالآئمة من بعده فإنهم أترتي خلقوا من طينتي وويلوا للمخالفين لهم من أمتي اللهم لا تنالهم شفاعتي هذا الحديث كيف يمكن نقبل به والأحاديث يعني هذا ما مروي عن رسول الله الباكر ديروي عن رسول الله وهو يخالف الثقافة العامة الموجودة في القرآن الكريم يعني الأفكار العامة الأساسية التي لا تشترط بالإيمان عن واحد والي الأئمة اللي بعد اللي ما معا لي أيضا وهو المخلوقين من طينة الرسول مثلا هذا كلام ما إلى الدليل والأحاديث مشابهة له وكحديث أبي حمزة الثمالية عن الباكر الذي يتحدث عن رسول الله أيضا عن الله تبارك وتعالى يعني هنا مو فقط عن الرسول يتحدث عن الله لأنه يقرن طاعة النبي بطاعة الأئمة ومعصيته بمعصيتهم ولو صح هذا الحديث إذا كان يشكل الولاء للأئمة وطاعة الأئمة من طاعة النبي ومن طاعة الله لا الله كان جاء بي آية قرآنية وهذا لم يحصل وهو ما لم يحصل سامعا إن الكثير من تلك الروايات يتناقض مع التاريخ الإسلامي والشيعي بالذات كالحديث الذي يقول بأن جبرايل قد نزل على الرسول بأسماء الأئمة وأسماء آبائهم وأحبائهم والمسلمين لفضلهم مو بس أسماء الأئمة حتى أسماء الشيعة كلهم مكتوبين بذلك الكتاب وهذا ما ليس له أثر في كل تاريخ أهل البيت الذين لم يكونوا يعرفون الأئمة منهم بوضوح يعني هم نفسهم ما كانوا يعرفون منه راح يصير الإمام بعد واحد بعد آخر فضلا عن معرفة أسماء أحبائهم والمسلمين لفضلهم فهذه الرواية عجيبة غريبة منافية للتاريخ مو فقط منافية للقرآن ثامنا وصول نظرية الإمامة إلى طريق المسدود واستدامها بالواقع وانهيارها وانقراضها يعني بوفاة الإمام الحسن العسكري لو كان يؤمن هو بنظرية الإمامة وما أدنى دليل أنه كان يؤمن لأنه لم يتحدث عنها ولم يتحدث عن الإمامة بعده فهي وصلت إلى طريق المسدود وانقرضت وانتهت فهذا يؤكد أنها كانت نظرية وهمية خيالية من ناسخة القوى وليس لها أساس من الدين لقد كانت نظرية الإمامة الدينية الألمية والسياسية لأهل البيت يعني هي نظرية الإمامة فيها شقة في شقة التشريعي والتنفيذي يعني العلمي والسياسي مو فقط أن هؤلاء الإمامة السياسي لا هم مصدر للألم الديني أيضا هاي نظرية كانت نظرية حادثة في القرن الثاني الهجري وقد صعب على الشيعة قبل غيرهم هضمها وقبولها كما تعترف الروايات التي تتحدث عن صعوبة حديث آل محمد في الكافي موجودة حديث كثيرة أن حديث آل محمد صعب مستصعب وش مئزاز الشيعة منه يعني معناته أنه في قسم من الشيعة على الأقل كان يرفض هذه الأحاديث المختلقة من فريق آخر وينسبوها إلى طبعاً اللمان الباكر والصادق ونحن نميل إلى اختلاق بعض أصحاب الأيمة لنظرية الإمامة ومحاولة تمريرها باسمهم ثم تأليف أحاديث على لسان الباكر والصادق على لسان رسول الله بصعوبة حديث آل محمد وإجبار بقية الشيعة على التسليم لتلك النظرية وقبولها أنتم غصباً عليكم لازم تقبلوا بهذه النظرية لأن الحديث آل محمد صعب ومستصعب عقلكم ما يتحملها ما تقدرون تستوعبوها أو تفهموها ولكن يجب عليكم التسليم لها ونبني شكنا بتلك الأحاديث على أدة أمور منها أنها مرسلة من قبل الباكر والصادق إلى رسول الله بدون سند ما يقول قال أبي عن أبي عن فلان لا يجي قال رسول الله بسرعة هكذا ولأنها شاذة وتخالف روح القرآن والإسلام فما هو حديث آل محمد المفترض ولماذا هو صعب مستصعب لا يؤمن به وهذا الشيء الغريب أيضاً لا يؤمن به إلا ملك مقرب مو كل الأنبياء مو كل الملائكة إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه لإيمان يعني شنو هذا الحديث شنو هالأقيدة وشنو هالفكر اللي لازم نؤمن به لعمة الملائكة وعمة الأنبياء ما أرفوا وما أمنوا به مع أن الإسلام ميسر واضح لا أسرار فيه وهل يؤقل أن يكون حديث آل محمد مرفوضاً من الملائكة غير المقربين أو الأنبياء غير المرسلين أو عباد الله العاديين ومتى كان رسول الله يتحدث بحديث تشمئز منه القبول القلوب وتنكره العقول ولماذا يعتبر رد الأحاديث الضعيفة غير المعقولة والصعبة والشاذة كفراً أنه إذا ما أمنتوا بالحديث تصير كفر يعني فشوفوا هذه لذلك أنا أقول مسألة الولاية هي مسألة فكرة طرحها بعض الناس قبل 1300 سنة 1400 سنة ولا محلة لها من العراب اليوم طبعاً لا نعني أنه الإساءة لأهل البيت لا نحن نحترم أهل البيت نواليهم نحبهم كذا ولكن ما نجعلها قضية أنه الإيمان بهم هو شرط قبول الأعمال وإذا واحد ما أمن هائل بهم فكل أعمال باطلة مثل ما يقول بعض الشيوخ الحوزة مثلاً وأنه لو جاء بملء الأرض ذهباً وأنفق كل شيء وصلى وصام طول أمره فأعمالها كلها ممقبولة لأنه ما عندها ولاية هذا الكلام يولد عنف ويولد توتر في المجتمع ويشق المجتمع لذلك نحن نطالب الحوزة بإعادة النظر بهذه الثقافة الواردة إلينا عبر مئات السنين والمشكوك فيها والثقافة السلبية بالحقيقة خللنا نتعرف على سيرة أهل البيت على مذهبهم الحقيقي على مذهبهم الصحيح الذي يجمع المسلمين ويحيي المسلمين لأنه يفرق بينهم ويولد أقد في الألاقات البينية بعض الأخوة استشكلوا قالوا يعني أنت ذب اللوم كله على الشيعة في التفرق بين المسلمين أنا ما ذب اللوم على الشيعة الشيعة الآن منفتحين ونادون بالوحدة الإسلامية وفعلا مخلصين لها ولكن بعض الأفكار السلبية الموجودة عن بعض الناس أفكار أسطورية وخرافية داخل التراثة في المذهب في البيت واضح وجميل ولطيف ولكن بالتراث بالأحاديث بالكتب بعض الناس يغالون ويبالغون وبالتالي يخلقون نشاكل لهم وللآخرين الأخ حبيب الأسدي يسأل يقول زين إذا الولاية هي عدم وحدة الشيعة مع الآخرين طيب ما الذي يفرق بين المذاهب الأخرى ولا يجعلهم يتحدون حتى نقسموا إلى مذاهب وملل وأحزاب وعصابة نفس الشيء العام بين الشيعة صراعات وأحزاب مختلفة وكهذا مسائل سياسية مسائل شخصية نحن نتكلم عن المسائل الفكرية الأساسية ما موجودة خلافات بين المسلمين واحد يحب الثاني ومتعاونين وهذه الأفكار المتطرفة لبعض الأخبارين يؤمنون بها الآن هي تنعكس على التاريخ وتنعكس على الحاضر وتنعكس على المستقبل كيف تنعكس على التاريخ؟ لأنه سنصنف الناس من أيام رسول الله وما بعد ذلك إلى ناس موالين وناس معادين وأيضاً نعاديهم ونواليهم نعادي هؤلاء ونعادي هؤلاء واليوم أيضاً تنقسم في واقعنا تمزق الوحدة الإسلامية الاجتماعية وأيضاً تؤثر على مستقبلنا لذلك أنا أقول نبحث عن الأفكار الموحدة الأفكار الموحدة مثلاً الشورى الشورى أو الديمقراطية هي التي تجمع المسلمين اليوم وغير المسلمين حتى عندما يجتمعوا على نظام عادل ويديروا أمورهم بأنفسهم فراح تزول 90% من الخلافات تبقى خلافات فكرية وتاريخية وفقهية وكذا أشياء بسيطة مسائل بسيطة بس المسألة الأساسية اللي كانوا مختلفين حولها اللي هي هاي مسألة الولاية والإمامة وكذا هذه ما موجودة أدنى شي بديل عنها حتى لو كانت صحيحة فهي زائلة وهي منقرضة وبائدة منذ 1200-300 سنة الشيء الموجودة حالياً بيننا ويجمعنا هو الفكر الديمقراطي هي الشورى يعني المسلمون إذا اتفقوا فيما بينهم على نظام واحد فسوف يعني يتعايشون مع بعض وتبقى المسائل الشخصية والآراء الشخصية هذه الناس أحرار فيها شوفي يا أخي العزيز حبيب الأسدي أنا بالحقيقة أتجنب كثير الرد عليك وتعرف أنت وتلاحظ الشيء هذا لأنك يعني ما عرف كيف تأول الكلام وتفسر الكلام يعني مثل تعليقك هذا الان واضح جداً أن هدفك وبعض بعض الأحيان تقسم بالله تعالى أني جاهل وأني كذا وأني كذا وأني كذا وأني كذا الالتزام بجوهر مذهب أهل البيت وهو العدل والحرية والمساواة والثورة على الظالمين هذا هو مذهب أهل البيت مثلاً ليس هذه العقائد الأسطورية الدخيلة في التراث الشيعي مثل عقيدة الولاء أو عقيدة كذا اللي مضخميها جداً بحيث صار هي أساس الدين وأي واحد إذا ناقش فيها أو رفضها وكذا كأنه يطعن في عقيدة التشعيع لازم تقسم الأمور وتجزئ هذا وتفكك حتى تشوف شنو ترفضه شنو تقبل مو كل شي مع بعض يعني بكيج مثل ما يقولون هذا لازم تقبله كله كل ما أكو بكتاب الكافي لازم نحن نقبله لا مو الشكل وتريد الناس أن تترك ولاية أهل البيت يا عميسا أنت متوسك بأهل البيت شنو محصد شنو مؤثر في حياتك شنو موقفك شنو مثلاً مواقفك تجاه أخوانك تجاه الحكومات تجاه المستعمرين تجاه الصهاينة هذا هو المهم وهذا الأمر سبقك إليه الكثير فكان مزبلة مكانه مزبلة التاريخ وبقى يتشيع وسيبقى شوف يا أخي العزيز يا أخ حبيب خليك شوية يعني معتدل في الكلام بلا مهل إذا نحن ما قلنا لك مثلاً أنت وفكرك وكذا من أنه غلاط في مزبلة التاريخ ما نقول الكلام هذا ما نقبل ما نجرأ ولا نربأ بأنفسنا عن استخدام هذه الاصطلاحات الأنيفة والسلبية فإذا تحب تتحاور معنا وتتفاعل أيضاً بالحوار فخليك على مستوى من اللاعق من الحوار وأهل وسهلاً بك أما أنت تستخدم وتريد أيضاً تصر على دائماً نازم واحد ينزل إلى هالمستوى في الحوار معاك ورد عليك نحن نربأ بأنفسنا عن هكذا حوارات نعم يبدو هو محتل للشاشة اليوم فادي عبد الحير يقول ولا أحد من أهل البيت رضي الله عنهم كان يؤمن بنظرية الإمامة هي مجرد نظرية حادثة فعلاً وهذا يعني أنها لا علاقة لها بالإسلام حادثة وقت متأخر وتهاوت وانهارت وراحت لذلك لماذا نتمسك فيها الآن؟ فرق يا أخ حبيب بين حب أهل البيت والأفتداء بهم والعمل بسيرتهم والسير على خطهم هذا باقي يمكن أن نكون أكثر من أي واحد آخر ماشيين في هذا الخط ولكن الغلو بأهل البيت هذا الذي نرفضه الغلو وإعطاهم مكانة هم مكانة يقولون بها ولا كانت دعوها لأنفسهم فهذا هو يسوي مشكلة بين الشيعة وبين الآخرين رائد نوري يقول قرأت لك كثيراً وطرحك منطقي وعين العقل زيانة لفتة تقول نظرية الحاكم المنصوص لو كانت حقيقية لماذا لم يتم ذكرها في القرآن الكريم؟ ولماذا انتهت؟ أنا موجودة حالياً منير سودة أو كذا يقول يا سيدي والله سبحانه وترك للناس حرية الإيمان والاعتقاد فقال سبحانه وقال الحكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فكيف يترك الله سبحانه للناس حرية أن يتخذوه أو لا يتخذوه رباً ويترك لهم حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ الإسلام ديناً أو لا يترك ولا يترك لهم حرية اختيار إمام أو قائد ولو أراد الله أن يجعل لمحمد خليفة مفروض الطاعة لجعل أولاده أئمة مثل إبراهيم والقاسم ولم يختلف عليهم إثنان يعني كان أبقاهم أحياء يقصد ولكن لحكمة يعلمه الله لم يعطي الله سبحانه الحياة للذكور من أبناء النبي وحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعله الله وكيلاً له على الناس لا يعني فالنظرية وهمية نظرية وهمية تعارك عليها بعد 1400 سنة فادي عبد الحي تقول كل مسلم يحب أهل البيت هذا طبيعي لكن هذا لا يعني أن نخترع دين باسمهم أو باسمهم عن البيت منه براء حسين الدراجي يقول الشيعة هم يحبون أن يعيشون بسلام ولكن دائماً ما يكون السنة هم من يثيرون الفتن وخير دليل على ذلك هو داعش لا حبيبي لا تعمم أرجوك لأن لا شيعة تعمم عليهم الأحكام ولا السنة تعمم عليهم الأحكام داعش هو قاتل حتى سنة قبل الشيعة سواء في سوريا أو في العراق أو في مناطق أخرى هناك أناس متطرفون وناس مثلاً عنيفون أرهابيون في كل مجتمع مثلما يوجد سراك ويوجد لصوص ويوجد مثلاً مجرمون في كل مجتمع وفي كل مدينة يوجد أيضاً نرهابيون يفسرون الدين حسب ما يشاءون ويحاولون أن يستخدموا بعض الأفكار فكرة الخلافة مثلاً حتى يفرضوا أنفسهم على المجتمع بالقوة والإرهاب هذه الفكرة الخاطئة لا تقول السنة دائماً تعمم هالشكل ما يصير أيضاً تقول الأخت فادية بالحي نحن أو نعني والمغالات ليست نهج المسلم وعلى البيت ما دعوا للمغالات فيهم وما دعوا للخروج بدين جديد غير الإسلام بحجة حب ألبي نعم الأخت زينة لفتة تقول أستاذ إذن إن كساموا المذاهب لا أساس له والإسلام دين واحد نعم الإسلام دين الجميع وجميع المذاهب كل المذاهب الإسلامية متفق على أساسيات الإسلام على تبحيد الله والإيمان بالآخرة والإيمان بالنبي وفرؤ الدين إنما هذه الطوائف هي نظريات سياسية كديمة قبل 1400 سنة اختلفوا الأحزاب فيما بينهم وكل حزيب نظر إلى عقيدة أو فكرة السياسية وأطفى عليه طابعاً دينياً وأحنا الآن بعد مئات السنين وردتنا هذه الأفكار وما دارسيها بالحقيقة لو ندرسها مع الأسف الشديد حتى مستويات عليا في الحوزة أنا ملاحظ ما يدرسون التاريخ وما يدرسون ما يسمى بالعقيدة وبالتالي ما يعرفون شنو معنى الولاء وشنو معنى حب أهل البيت وشنو معنى مذهب أهل البيت وشنو معنى شيعة وشنو معنى السنة مراجع لم يدرسوا ولم يعرفوا هذه الأمور وبالتالي شوفهم أحياناً يتعصبون أحياناً يكونوا طائفيين أحياناً يكونوا عنيفين أحياناً يستغلون بعض الأفكار للاستفادة المالية والسياسية من الناس أحسين الدراجي يقول شنو ظهرتك الإمامة وأنت شخص بنهاية عمرك مو بنهاية عمرك أنا يمكن بعد لحظة أموت شنو معنى يعني أنا بعد لحظة بعد ساعة بعد يوم بعد شهر الله أعلم إنما أريد أن أقدم في حياتي شيئاً يوحد المسلمين ويعرف الناس بمذب أهل البيت الحقيقي مذب أهل البيت الصحيح وأرجو من الله أن يتكبل عملي وأن يثيبني على ذلك هذا ما أهدفه سواء في أول أمري ولا في آخر أمري وفي حياتي أنا جند حياتي لخدمة الدين إن شاء الله اللي أعتقد يا أخي العزيز مو كصف ظرتني نظرية الإمامة الإلهية ظرت الشيعة قبل غيرهم لو تدرس أنت تاريخ الشيعة خلال ألف سنة الشيعة الإمامية الـ 12 أقصدهم لو تدرس تاريخهم لا اكتشفت أنهم كانوا مهمشين وكانوا خارج مسرح الحياة وكانوا بعبارة أخرى نامين بسرعديب أو بالكهوف ويقولون لا يجوز العمل السياسي لا يجوز الدخول في الدوائر الدولة حتى الوقت قريب حتى الوقت قريب جدا يعني الجيل اللي سبقني أنا الجيل اللي سبقني والدي وجدي وأنت يمكن والدك وجدك كانوا يحرمون التوظف في الدوائر الدولة المراجعة كانوا يحرمون ويحرمون حتى دخول المدارس مدارس الحكومية ويحرمون الثورة ويحرمون العمل السياسي ويحرمون الديمقراطية حرام وكل شيء حرام إلا أن صارت الثورة الآن الآن الشيعة غير شكل الآن أنا سأسميهم شيعة ديمقراطيين لأنه تركوا نظرية الإمامة نظرية الإمامة النظرية معرقلة ومعوقة ومكبلة للشيعة كانت لأنه ما يجوز لو تدرسون نظرية الإمامة على الصح والصحية بدقة ما على الأسف ما يدرسون الناس وأنا أطلب منكم تقرون كتاب واحد كتاب الألفين لعلام الحلي حتى تعرفون شنو معنى نظرية الإمامة وإشلون كانت تضر الشيعة والذي يقول لعلام الحلي في كتابي الألفين بصراحة أنه لا رئيسة إلا الإمام الثاني عشر وما يمكن إحنا نجيب رئيس ننتخبه وكذا ونسوي دولة وحكومة فشوفوا هذا الكلام سلبي هذا الكلام مضار وأضارنا تاريخيا إلى أنه الله يرحم الميتين ويعني يبارك بالباقين اللي يجوا وقالوا لا خلي إحنا نسوي حكومة ولا يتفقيه أو ديمقراطية أو جمهورية وصارت صارت وسواه وصارت يعني فهذا الفكر الظهر هو الذي يفرق لا يزال هو ضر الشيعة وفرق بينه وبين الآخرين لأنه يستطيع لوازم عديدة أخرى منها السب والشطم واللعن وكذا والأساطير المختلقة الأخرى مما يولد تفرقة ويولد كراهية في قلوب الناس ضد الشيعة هذا هو هدفي هو إعادة الألاقات الطبيعية الأخوية القامع الحب والود والتعاون بين جميع المسلمين بين الشيعة وغيرهم يعني إيش تجد أقول لك يا أخي الحبيب يقول أنت تطعم بعقيدتنا وتتهمنا بأننا جهلة ونتبع الخرافات والأساطير ثم تنتقدنا يعني شنو أقول لك أنت كلامك صحيح وعقيدتك مئة مئة صحيحة من الإسلام ما أنت لو تدرس شوي أكثر هذه ما تسميه عقيدة أنت وتشوف تفرق بين مذهب أهل البيت بين أحاديثهم الصحيحة وبين أحاديث الغلاة والمتكلمين والفلاسفة والناس المشبوهين اللي كانوا يدورون حول أهل البيت وأهل البيت يلعنوهم ويسبوهم ويتبرؤون من عدهم ويرفضون أحاديثهم وإنت مصدق بيها لأنك ما تتبع منهج تحقيقي أو منهج تدقيقي يعني تحقق بهاي الروايات وتدرسها وتقدر اتميز بيناتها لا أدري أنت شنو دارس وشنو باحث لو شوية تبحث أكثر وتكره أكثر لك تشفت الفوارك يعني الآن الآن شوف أنت لا تعترف بأن كل الشيعة هم على موقف صحيح أنا أشوفك دعم أنت تنتقد الشيعة يؤمنون بالديمقراطية وتسخر من الديمقراطية طيب شنو البديل أنت عندك عن ديمقراطية وإذن أنت ما تعتقد أن كل ما يقول الشيعة هو صحيح نفس الشيء ارجع لي وراء ارجع لي مئات السنين ليس كل ما قال به ما يسمى بالشيعة هو كان صحيح ومنسوب لأهل البيت أو منسوب للإسلام إنما أحزاب شيعية عديدة كانت أدع قاعد مختلفة وسوتها على سكل أحاديث ووصلتك أنت الآن تقراها وصدق بيها فشوية أبحث حقك ستكتشف وأنا أعتقد أنت تنسى عن طيب مؤمن ومخلص وتحب أهل البيت بس ابحث عن مذب أهل البيت تحتركها من عائل من الخرافات والأساطير زيحة حتى تكتشف مذب أهل البيت يعني هذا في سبئ لك أو شتيمة لك ما ده أسبك وليا شتمك ولا ده أطعم بالتشيئ وده أطعم بالخرافات والأساطير وأقول لك ابحث عن مذب أهل البيت أنا أدعوك للتمسك مذب أهل البيت حسين الدراجي يقول لماذا تفند الأقائد الشيئية ولم تتطرق للمذهب السني يا أخي أنا عندي كتب آي كتب هنا موجودة تطور الفكر السياسي السني الفكر السياسي الوهابي ودائما مقالات ومحاضرات أنت ما تسمعها يمكن أو ما سامعها حتى الآن بإمكانك تبحث عنها في جوجل اكتب أحمد الكاتب السنة أحمد الكاتب الوهابية سأطلع لك كل محاضراتي وكل كتاباتي محمد الزيدي يقول المذاهب وجدت لمصالح خاصة فهي كالأحزاب لا علاقة لها بالإسلام المحمد الأصير هي الإسلام واحد لدى الجميع ولكن هي الأحزاب السياسية كل واحد ينظر له ويسوي له مذهب معين رافع المشهداني يقول منذ أكثر من خمسة عشر سنة بدأت أقرأ لك وأتابع كتاباتك وأخيرا محاضراتك حضرتك مفكر وباحث رصين وأراؤك علمية وشرعية وتاريخية صحيحة تحياتي لك شكرا لك هذا حسن ظنك الأخت زينة لفتة تسأل عن توفر كتبي في العراق وقال نعم موجودة في شارع المتنبي في بعض المكتبات وأيضا على النت موجودة الكتب متوفرة نعم أعتقد إلى هذا القدر نكتفي بهذا الحديث حتى معطي عليكم أكثر من نصف ساعة صار الحديث وإن شاء الله في حديث أخرى في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته